اكد وكيل وزارة الاسكان الشيخ عبدالله بن احمد الخليفة ان وزارة الاسكان مستمرة في انهاء اجراءات تسليم 496 قسيمة سكنية بمشروع مدينة شرق الحد الاسكاني بعد معاينتها من قبل المستفدين وتوقيع عقود الانتفاع بموقع المدينة مشيرا الى ان اجراءات التسليم مستمرة على مدار الاسبوع الجاري واكد وكيل وزارة الاسكان الحرص على تقديم محاضرة تتضمن كافة الاشتراطات التعميرية والفنية والهندسية الخاصة ببناء القسائم قبيل زيارة المستفدين للموقع ومعاينة القسائم وانهاء اجراءات التسليم بالتوقيع على العقود مباشرة في الموقع وانوها الى جهوزية القسائم بالمشروع حيث تم توصيلها بشبكة البنية التحتية والخدمات الاساسية بما يؤهل المواطنين للشروع في بناء وحداتهم بصفة فورية واشار الوكيل الى ان مشروع مدينة شرق الحد يحظى باهتمام ومتابعة دائمة من قبل الحكومة باعتباره يمثل قواما رئيسيا في خطة الوزارة لتنفيذ 25 الف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة والمنبثق عن الامر الملكي السامي ببناء 40 الف وحدة سكنية ترجمة نانسي قنقر